موسيقى أهلا وسهلا بالضمير كون أنت الضمير اللي بتحب تشوفه بالمصير الضمير الإلهي موجود بالإنسان فضلنا عن كل المخلوقات الطبيعة والطبع والتطبع إنه عندك هالضمير هالصحوة هالوعي شو عم نعمل فيها نحن معاني صرنا أوينة هيدا اللي وصل الإنسان مطرح ما وصل اليوم في أسفل السافرين ولكن مثل الغزالة إذا ما وصلنا قاد سبع وديين وسبع جبال في كتير من أهل الزكر أهل الصفا موجودين في أمة العرب بالتاريخ وموجودين أحياء اليوم ما في بلد ما منلاقي فتشو بتلاقوه بضل عندي أمل أنا بتشوف وبعقلين إلا ما نلاقي كمال جنبلاط منه ميت هو حي بلبنان موجود لبنان مذكور في العهد القديم لب يعني قلب نان يعني الله اللغة الأرامية وبعدين كل الإنسان في هالألوهية بس بعد مليون سنين مليونين سنين ما بعرف بس من السالكين خليك قم تمشي ما تخاف بس توقع بتتعلم بعد عندك هالدقيقة يلا رح أنجح رح أنجح نيناتهم ما نكون عندنا كتير سلبة لا قد ما فيكن سكروا التلفزيونات كلها لأن الطاقة كتير سلبية هاي اللي بدنا تجيب مصاري اللي ما بيجيب مصاري شام تعمل فيهم شام يعملوا كل المحطات كل الأغنية كيف عم بتموت كل جماعة هولويود المشهورين كيف ميتوا شام يعملوا شهرة باهرة بيطلع على التلفزيون وانا معرفة معرفتيني ريت لعندي على الكويت معرفتيني معرفتين كل إنسان بيعرف نفسه وانت شوف هالألم اللي فيك منين إجا حلو كتير علمني من علمني ليش إجا هالوجع يا الله قام في مرة واحد عالمي كبير ما يسخني وحت ضفضع شيف عم تبعط عم تبعط عم تبعط استسلمي عرف إنه نحن بحياتنا تجينا امتحان كلامنا ما تستسلم تعلم من هيداك التسعة وتسعين ارد كون انت المية شافوا ارد سعدين بياكل بطاطا قام الرجال علموك في غسل راس البطاطا يه تعلم السعدين من الإنسان صار يغسل راس البطاطا اختفى الإنسان راحوا على غير جزيرة كمين عم بيكلوا وبالبطاطا الوسخة رجعوا صار يغسلوا مش اني علموك راحوا نريك لأوا أسر على هونيك لأوا أسر بعدين راحوا على جزيرة وكبوا بطاطا وصخة دغري غسلوا وأكلها وقت اللي بيزيد العدد تغيرت العدة مش العادة بدي يقلد فلين وفلين وفلين ما شيلوا التقاليد شيلوا العقدة حلوة انت ربطت انا بحلها انا ربطت انت بتحلها ما نحنا كلنا اخوي بالنور بس ما بنجرب نكذب يعني تنمرأة نلطشها يجب ان نقرر متى نقفز قبل ان تخور تضعف القوة عندنا هايدي نعم حب اني اراها بس انتو تقرواها كمين افضل مني هالجدل بين الذكر والانتا اللي ما بيعرض ذكروا انتا ما تحكوا علم ولا تحكوا طب ولا تعملوا ادوية ولا ابدا ومن كل شيء ذكروا انتا هايدي من تحت الذكر والانتا هي الماء وجعلنا من الماء كل شيء ذكروا انتا الى المدد والصمد والابد هاي قبلوا ما الاعلم ما حدا بقدر يحكيها قال لها الا تلاحظين ان الكون ذكر قالت له بل لحظت ان الكينونة انتا كائن كينونة قال لها الم تدركي بان النور ذكر قالت له بل ادركت ان الشمس انتا اوليس الكرم ذكر نعم ولكن الكرام انتا الا يعجبك ان الشعر ذكر واعجبتني اكثر ان المشاعر انتا هل تعلمين ان العلم ذكر قالت له انني اعرف ان المعرفة انتا فاخذ نفسا عميقا وهو مغمض عينيه ثم عاد ونظر اليها بصمت للحظات وبعد ذلك قال له سمعت احدهم يقول ان الخيانة انتا فقالت له ورأيت احدهم يكتب ان الغدر ذكر شوف كيف برمت اهيئ برمت قال له ولكنهم يقولون ان الخديعة انتا قالت له بل هن يقولن ان الكذب ذكر قال له هناك من اكد لي ان الحماقة انتا قالت له وهنا من اثبت لي ان الغباء ذكر قال لها ان اظن ان الجريم انثى فقالت له وانا اجزم الاثن ذكر انا تعلمت ان البشاعة انثى وانا ادركت ان القبح ذكر تنحن حسب ما اخذ كأس المي فشربه كله دفع واحدة اما هي فخافت عند امساكه بالكأس مما جعلها تبتسم ما ان رأته يشرب وعندما رآها تبتسم قال لها يبدو انك محقة فالطبيعة انثى فقالت له وانت قد اصد في الجمال ذكر اللبن السعادة انثى ربما ولكن الحب ذكر وانا اعترف بان التضحية انثى فقالت له وانا اقر بان الصفح ذكر قال لها ولكنني على ثقة بان الدنيا انثى فقالت له وانا على يقين بان القلب ذكر ولذا للجدل قائما وسيبقى الحوار مستمرا طالما ان السؤال ذكر والاجابة انثى لاحظوا بان السعادة والصحة مؤنث والحزن والمرض مذكر وان المودة والرحمة مؤنثة والحقد والحسد والغضب مذكر وان الاجازة والراحة والمتعة مؤنث وان الدوام والعمل والتعب مذكر فاعلم ان الاناث سر جمال هذا الكون وقت اللي بيقولولي الاسلام ما كرم المره بيقولون الاسلام قال امك ثم امك ثم امك ثم امك ثم امك ثم امك ثم ابوك قد ما بده قبل الاسلام كانوا يحرقوه مثل مطارح التيري بغير بلدان ويولعوا موسيقه صاخبه حتى ما يسمعوه عم بتصرخ وكانوا بس يموت جوزه يحرقوه تتموت معوه وشو بقن على ايامي انا شو بقن جبتو بنت لشو سكتين يبقر الله بيرزق ولد كان حالة بس يخلق بيدو ما بنت ربينا على الجهل وصدقت البنت انو بس تروح عند بيت حماكه بتقبعي ضفيريك وهوني بتحمل اسم جوزه هي ارمله هو بتموت مرته منو ارمل بشان هيك بتلاقي البنت اليوم فلتة فلتة فريت معه قالوا له مرتك شرعوه قالوا انا كمان هلا زمن صدومه عموره زمن الفلت او انت شو بتختار انا بحب العلم علم ابدان واديان نعم هيدا العلم يلي بيوحد هيدا العلم اللي في حكمه الحكمه اللي بيحكوا عليها بيحكوها اخواتنا الموحدين غير الحكمه اللي انا بكتبه وانت بتحكيه حكمه الموحدين لا تقال بيكين بسموت شراخ ما بيقروا ما بيكتب درس عند مرشد معطيها وبس يصير اي مشكلة بنقابة الاطبه السنين روحوا عند الارمنة بشان هيك المرشد للمريد والمريد بيصير مرشد مرشد للمريد بلغت هاي البلغة بلغة ايه يعني عيشة موجودين بيقولولي هلا فيه بس انا شفتهم لا بعد ملتقيت بامة العرب متل ما شفتهم بره بره مدرسة زرداشت مدرسة العرفان ما فيني الكن يعني بتروحوا مترح ما بتروح مريمان جماعة اوشو بيعرفوا انه متعملي ووركشوب وهيلي غرفتك هونه وبالهم متنطفوا وتروح وبسافر بجزدين هيك صغير هلا مره هون بمطار لبنان قال لي وين الشنطة قلت له هاي اللي بدي هونهون ما صدقوا قال لي انا بوقف الطيارة يبدي كيقوليلي وصلت ع اوروبا من اوروبا بدي روح قالوا لي انه كي بتروحي هاي اعطاني مدرشو بيقولولا فاوتشر واخدني على المط على اوتيل وهونيك بالاوتيل قلت يلا تغسل الاندروير تبعي غسلته بعدو ماي اتركته وصلت ع بوستن قالت مين رايح هارفرد سكوير قلت لأسيارتي هون بالمطار اخدتني على هارفرد سكوير معي خمسة عشر دولار هيك فت عاميركا وصلت على هارفرد سكوير حسيت الشي هاي بدي اعمله مني لابسي اندروير قعدت تحت شجرة وقمت طلعت بالبوستا قال لي ما تلزوم تدفعي قالت له اها 5 دولار قال لي وصلت نالي يقصوا في عمري كيف جيتي ولي اعمل ايامي بالبناء قلت له هاك جيت رحني معي نالي حبلي بصارت بنتا تحكعت لي تيتا انت عملتي هون تحت ها الشجرة الولاد وهي كمان من اهل التوحيد بيجبوها معهم في منون وهلا عم بيجوا كتير بيسمون انديقوز في اوقات انا اطفال هيك بيعطوني اشارة بتقلي امه مش لكل الناس مدري لي شو بيعملها هي بس شو بدي خبرها للام الا بتقري تعطيكي كتاب بتقري ما عندي وقت لا اقرأ بحل قليل اشتغل اربع خمس ساعات بالنهار وبعدين كون مع الكتاب خير جليس عيش ببساطة ما تصرف كتير عيش ببساطة ما تصرف كتير لون الظهر منعشية ابيض منعشية تلبس الكفن لانه ما بتعرف ازد النوم نصف الموت اكثر الوقت حيفين لانه عط رابع بتمشي وقت اللي بتمشي حيفي تحافة اللي حبيب بودة وكلون بصيروا اجرائك بيحكوا مع امك الارض وبتعطيكي كتير اشي بتحطهم بقلبك بتصير تساهم انت وياها غير شي بتعطي تحت الشجرة متى سيدنا عمر يعني الزاوية نعم دكر وانت هوريزونتل فا ازا ندرس هالعلم شو الدكر وشو الانت فيكن تعرفوا ما فينا نعرف كل المعرفة ولكن متل بتقول ما فيني اعرف شو كل الصدقة الكتاب يلي الصدقة الصدقة الصادقة من الله الى جميع مخلوقاته كل عمل صدقة كل صدقة عبادة كل الم كل علم كل نفس كل سر لماذا الكعبة المشرفة لا قب فوقها بل السموات واسرارها الصدقة مرآة لنا لنبحر معا في بحر الصدقات من اماطة الاذا الى لا اله الا الله الصدقة صد اعمالنا وصوت الصمت الصادق في عمق الحق الذين جاهدوا بالصدقات وبالزكاة وبأنفسهم وبأموالهم وبحياتهم هذا هو الجهاد الاكبر وهو اكبر الجهاد ما حدا غير مريم بأمت العرب اللي عمته بكل ما املك تعلمتم من اسمها Peace Pilgrim اجيت ماشى من كندا على اميركا وخمسة وعشرين مرة تمشي شرق غربي جميل جنوب ووصلت صارت كبيري بالعمر وكلنا قلني لا اسمها Peace Pilgrim ما حرب يعرف اسمها حجة للسلام صرت كبيري خلي طلع حدا يعني خدت روحي بالسيارة وكانت تحب اكلتي بس توصل الا نحنا كلنا هيك منطبخ ما عنا كتاب طبخ لبن لبني ما في شي ابدا هيك رز كامل شعير امح سلي انسلي وهيك قبلت انها تطلع بالسيارة عنده حادث مات واثنينون وكانت درس لنا الوعد عهد للمدد وللأبد كلمة واث بكل اللغات واث واث انت ايها الانسان جهاز الله الصادق الذي يلتقط الصوت والصمت والصورة والصدى هالجهاز محضوط بالمعدد الحق عالله اللي خلق ماعلم اسمه ray of light يا خي ما بين هضم هالاكل وهالولاد ما بين هضموه هيدا مهضوم لا هيدا مش مهضوم تتسكروا وهتلاجى الطعون على لبنان انا عيامة بيروح واحد هي بي اجى الطعون لعنا عالضيعة يقبروني يا جدي يقبروني جيبون بتحط ولادي عندك شواء بعدش ما عايزة قال له بي كيف هالولاد قال له جب لي الطعون واخد ولادك الولاد ما بينطاقوا ادمنوا المهضومين وقد بدون يلعبوا يعرب شو عها ويعرب شو عها عنده انطاقة غريبة هالطاقة الغريبة توبة للغرباء يا الله كلنا عيال الله كلنا منا السالكين بعدين صار في مدرسة الله منحطه نصبته احد بنبعثن عمدينة الملاهة تانين بيروحوا عمدينة المشيفة هالخيط يلي هو من نور ما في خيط مثل التاني الحو بالمعدة بيت الداء والدوان هيدو قد قال مش بس صبيحة بالبحر تسبيح مش تخلص قوة الصدقة في الصلة القوية بالأقوى الصدقة الجارية سند لنا إلى الأبد يا مدد ويا سند ويا أبد قال له اعطيني أول قدم تاني قدم تالت قدم الرابع قدم خامس قدم قال له قال له لو قلت يا مدد لا أعطاك إلى الأبد مثل في اتنين واحد درسة واحد مسيحة جيبوا فروجتي يكلوا قال له لك كل شي فيه بالقاف أنا بتي اكلوا أنا درسة قدم مبلش هيق قصبي مدرشوا قاف 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 قال له خيسميه قروش قرطوا كله مهضومين هلا حرف القاف بتشيل بطلوا الوليدة بأميركا يحكوا عربي يقولوا مي نيم إز ألي لايك ديس تيتا خبرتكن قلت له بدلوا على لبانون في شارع ورانا اسمه لبانون تيتا قلت له نو لبانون لايك ديس بالطيارة مدفور قلت له تلفجن تيتا رايت تاون عمره ثمانة سنين تل داش ا داش فيجن بأكتر الكتب بحطة إذا عندك رؤية وحلم على السنة زراعي قمح أنا سميتها شعير بالعربي إذا كتبتك 10 سنين الرؤية عندك بلانت تريز زراعي شجر تيتا إذا كتبتك لبانت بيبل وميت بحطة زراعي بشر شعير وشجر وبشر كان دايما هو ما عنده عين اه امسكه بيدي وهيك و بمرة جاي واحد مثله ما عنده عين ومعنا مريات ممنوع تحطي مريات هدي له ايدي يفلت هد امسك له امسك له ارح امسك له اجره بده يقلي انه هاي ما عنده عين بده يعمل هاك تركته عمل هاك قال لي ميتو فتنا على الادارة قلتني يا خي يحطوا مريات خلاص يعني مرات المؤمن صحيح انت ما عندك عين بس عندك اجرتين هدا صحيح ما عنده اجرتين بس عنده عينتين وهدا ايه كوائد اردفران انت باضي انا واحدة كروموزوم زيادة عنك طلعت هيك مونغولي انا صلنا نلاقي اللغة اللي يقدروا يقبلوا كله خلقه كاملين عمي زيدي هلا قم بيبال شو يحكوا هالداء والدواء بالمعدة هون غذائكم دوائكم ودوائكم وغذائكم كلنا بنا ننتبيش عم نيكل وقد ما فينا بنا نيكل بيدنا نحنا الفتوش كنا نيكلوا بالخبز ما كان في شوكو سكين بدو ما كانوا باهل امه من البروزيل جايين جوا عملوا عملوا وضة حمام يروح الناس يتفرجوا على الكرسي يا الله شوفوا وارا نحنا من عرفيس هاك بالبرازيل ايه بعدين صار كل بيت فيه سرطان انت عارف انا مش عارفة وانا عارفة انت مش عارفة هلا ماشيش سرطان قدام غير امراض كتيري بغيره الاسم بغيره الاسم بغيره الاسم بغيره الاسم فازا بشو بيروح هلا انما العماله بالنيات شو ما اكلت ولكن بلا دبح بلد فروج بلد صوص بلد قدمة فينا حتى القلبين والأجبين كلها والماما تطبخ بالبيت مره بالاسبوع عندي اربع خمس ساعات بالمطق تطبخ على كل اسبوع از بك تروح تشتغلي ولاش تتشتغلي خليك بي working mother يعني ام بالبيت عم بتربي وليده وليد خيه وليده وليد الجيران حطوا هوم سكولينج ما حدا بقدر يمنعه انا اول واحدة بمضي عشر دليل دولار بالشهر حطوا هوم سكولينج خمس لغات بيتعلموا للغان والاولاد بامه والباي وهيك وهيك وما بنسفع الضريبه لكندا لامريكا استراليا كلها الضريبه بتروح من دوبله من تربله مش هين هيك احطلب منكم كل كون كل واحد بسوريا وين تروحوا بكل الامارات عند بشاره بلبنان بس مريم نور مالي سأب غير مطرح ابدا ولا شي تجوا صدقه معك بتحط ما معك بتاخد ولكن بدك تكون صادق اللي بتشوفه بالبيت عنده واللي بتتعلمه انا وياك بنقعد خبس تيام او سبع تيام جيبك من المطار للمطار وبفرجيك شوفه بالبنان اشياء جميله خصوصي بتشوف روح وشوف شوفه بتشوف يعني احلى احلى عمل عمله الافاتار كمال جنبلات انه ما تقطعه شجرة بالعكس تزرع قد ما فيك قد ما فيك ازرع ولا تفزع الجوع اوجه كل شجرة هي رئه فإذا كل واحد مننا يقول لو معك عشبة بإيدك شتلي وعم بتموت زرعه ازا كنت على النهر ووفر ماي قد ما فيكوني اليوم بس تروحوا تتشتروا لا لا انا معي كيس بحبه خليهم تلمهني هون لا خلي خلي ووفروا النينة البلاستيك مية وخمسين سنة بتضل بتتموت بالأرض خلاص صر مية بره بتكفينا بدلتان ما يكون بسيطين يكون بسيط قد ما فيك اكيد يمكن هين يا حبيب قلبك يروى انه جاء رجل الى ابي حنيفة فقال له انا اذا خلعت تيابي ودخلت النهر فالى اي قبلة احول وجهي فقال له ابو حنيفة وهو من كبار المرشدين يا حبيب قلبك اذا في واحد بعدك قال له الافضل ان تحول وجهك الى الجهة التي فيها تيابك لا يسرقه احد المرشد الحكيم يعرف كيف يجاوب السائل الجهل بينما في اتنين بيدخنوا فاتوا عند الحبيب قالك ايه انا قال لي ايه انا قال لي لا طيب ليش انت قالك لا ما تدخن وانا قال لي ايه قال له ان شو سألته قال له انا سألته فيني دخن انا وعم صلي فيني صلي انا وعم دخن كل عم العبادة يا الله مشان هيك انتو عم بتدخن شكور الورقة يلي عملوها يلي زرعت تنبك يلي هي بتصير الدخن اقل وبتصير ما بتقذي حدا وعمل دخان انه تسموه سكسي سموك الاسم عنا سكسي سموك هو العشاب يلي هي بتوقع اللي الماما بتعمل منه انه زهورات وجيبوا ورق الشام يلي منه محطو فيه تعرفوا شو وما في فلتر وبعدين بتحطها السينة بتدخنه الولادي بينبسطوا بالريحة والماما والبابا وبتكون مش عم تقذي حدا بالعكس الولد بينيه عم تقذيهم لما بتجيب الدخان وانا قلتله لواحد من حلب بيعملون قللي 40 مليون دولار كل شهر بنعمل منه بيبعتوا الى بره قلتله طيب شينها المادة اللي عملنيها مره لقطونا بحطوا هلاء نوعين من المواد يلي لازم يموت الجنين ببطن امه او يخلق مشوه او لازم كله العرب هلاء تموت تحت الاربعين سنة ما يعيشوا كتير حطينا بالدخان حطينا بالاكل بالحفظات بالفرشات باشيه كتيره شو فيك تعمل نعم ما فيه نفوتوا بالنوايا انما الاعمال وبالنيات ما فيكم هدا الكتاب ما رح نعطى بقى الكتب ابدا حتبقى عندي بالبيت او منحطه بمواقعكم انتوا الصادقين نو تعرف يعني اينو نوينغ عراف المعرفة وحطي ستيكرز عندي عشاء لا اشتري ستيكرز كنت رعانوية خصوصة اشتري هاكوشة نو نوينغ هلأ سوف تبلي ايون هاوي لبنيه هون نو نوينغ بلحب بالكالي ما في معرفة اذا ما عندك المعرفة اذا ما عندك المعرفة عرفة لمن عرفة انه لا يعرفه شيئا وغابت عنك اشياء وكلهم جوا بحط نكات وحط اشياء هيك يعني شو بدي حط هون شو بدي حط هون اول خمسين صفحة شو بكتب شو بعمل والكتاب بكون نعم انت اللي بدك تعرف ما حدا هو طلي عالجبل ما قالوا للجبل طاعه الحي فينا وفينا انطول العالم الاكبر كلنا وشو ما شفت ربك فكبر ربك فكبر اللغة العربية وان هاند كلابينغ مشان هيك انت تطلع عالجبل وبتقول الله اكبر والجهاد الاكبر اكبر الجهاد